لو بتعاني من فراغات في الشعر صلا شعرك ما بيتوالش خالص شعرك بيتساقط فالوصفة دي بتاعتك الوصفة دي بنات حتطول شعري جدا 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 حتخليك حتى لو قفتيق عن الوصفة دي شعرك زي ما بيقولو كده حيجري من كط الطول كاملي معاينا الفيديو للاخر تساشي اللايك لاشترك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبيباتي عاملين ايه يا ربا كلكم تكونوا بخير النهار دا جايبا لكو وصفة حلوة جدا جدا لتكسيف الشعر وتطويله اهم حاجة بس يا بنات ان انتوا تكملوا معايا الفيديو للاخر لان انا اولا هقولك ازاي تستخدمي الوصفة دي ثانيا الوصفة دي اصلا بتعمل ايه للشعر بس مبدئيا كده خلينا اقولك لو انت واحدة عندها فراغات في الشعر من المنطقة الامامية بالزاد وطبعا المنطقة اللي هي في نص الشعر لو انت عندك مناطق فيها صلع الوصفة دي تنفع كمان للدقن اللي رجالة اللي عندها الدقن مش بتبقى كاملة مش بتبقى مستوية في حتة خفيفة وحتة لقى الوصفة دي كمان تنفعكو والوصفة دي طبعا لتكسيف الشعر وكمان تطويل الشعر واللي عندها تساقط في الشعر كتير جدا جدا الوصفة دي من اول ومن تاني مرة بتوقف تماما التساقط تعالوا مع بعض نعرف ايه هي الوصفة دي و ايه هي المكونات بتاعتها المكون الاول اللي عندنا وهو البصل هتطلع بنات تقولي بقى البصل هيعمل ريحة وبتاع ما تقليش انت لو كملت معي الفيديو للاخر هتلاقي اني عملت تك كده او يعني اااا تركة كده معينة في الوصفة دي هتمنع تماما وجود اي ريحة بشعرك او وجود اي ريحة بعد كمان ما تخسل شعرك لكن اهم حاجة تكملي الفيديو عشان تعرفي ايه هي التركة اللي انا هعملها معاك دي انا ليه استخدمت النهاردة البصل بالذات للشعر ممكن تستخدمي البصل الابيض او البصل الاحمر اللي قدامك ده انا بصراحة بحب كده وبفضل ان انا استخدم البصل الاحمر لان هو غني بفيتامينات ومعادن اكتر من البصل الابيض لكن دي برضو ما يمنعكيش ان هو لو مش عندك تستخدمي الابيض ما فيهاش اي مشكلة انا قلتلكو بس ايه هو الافضل بالنسبالك تمام الا البصل الابينات في بيحفز نمو الشعر جدا وبيحفز البصيلات الشعر على ان هي تنمو وان هي كمان تقوى ومتقعش فدي برضو من دمن الحاجات اللي خليتني اختاري الوصفة دي لتساقط الشعر اول حاجة هعملها معاكو هي ان انا هجيب طبق شبه ده وحبدا ان انا ابشور البصل بتاعي بالشكل اللي انت شايفه ده الطريقة يا بنات مهمة جدا 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 الطريقة مهمة في الوصفة عشان تنجح انا هخلص البشر البصل كله وبعدين ايجي اقولكو انا هعمل ايه ههو يا بنات بعد ما احنا بشرنا البصل بصو شايفين بقى المياه بتاع البصل دي هي دي المياه اللي احنا هنصفي بها البصل عشان نطلح اول حاجة هعملها هي الطريقة كده بعدين تبدأي تعملي كده شايفين بقى المياه الكتير اللي نازلة دي هي دي مياه البصل اللي احنا عايزينها وهي دي كل ما اتخلصي حبة تحطيهم على جنب لو الريحة مضايقة تستطيع تحطي حاجة في ايدك لكن انا على نفسي بخسل ايدي بعد ما بخلص خلص الوصفة و الريحة بتروح تماما وما فيش اي حاجة بتدايق اهو شايفين بقى المية اللي تلعت دي هي دي اللي احنا عايزينها في وصفتنا النهاردة هي دي اللي هتعالج شعرنا هي دي اللي هتطول شعرنا بجد يا بنات بجد بجد اللي مش هتعمل الوصفة دي هيفوتها كتير يعني هيفوتها كتير بجد احنا بقى يا بنات هنحط البصل ده على جنب كده وحاجة اقول لكم ايه المكون التاني او الحاجة الاخيرة اللي هنستخدمها النهاردة في الوصفة بتاعتنا اهي التوم طبعا هتقولولي ايه يا سوفي كل ريحة اللي هتحطتها النهاردة في الوصفة بتاعتنا دي نهائي انا في حاجة هعملها كده في الاخر هتشوفه هتضيع تماما اي ريحة مزعجة واي ريحة يعني مش لطيفة اه للشعر هتجيبي فصين توم وهتقشريهم بعد ما اقشارهم وبعد ما اتقشري الفصين التوم الكبار اللي انا قلتلك عليهم هتقطعيهم بالشكل الصغير ده وبعدين تبدأ ان انتي تبعيدي طبعا البصل ده عشان هنستخدمه في الاخر تبدأ تجيبي حاجة صغنانة كده حلا صغنانة تبدأ ان انتي تخط فيها التوم بتاعك بالشكل ده كده عشان هنبدأ ان احنا نضيف عليه كوباية من المية ونسبهم يغلوا لمدة يعني خمس دقايق اللي هو التوم بس كده مش هنغلي التوم اه البصل مع التوم يا بنات لأ انا هغلي بس التوم لوحده اهو حب ده اهو يا حبيبي هغلي التوم ده لمدة يعني خمس عشر دقايق كده تمام لحد ما لون المية نفسه يتغير وبعدين حاجة اقول لكم هنعمل ايه اهو يا بنات دي مية التوم لما عملت لسه طبعا سخنة بس احنا نتعمل معها عادي وهي سخنة مفيش مشكلة هجيب مية البصل وحبدي ان انا احط مية التوم على مية البصل وحاولي طبعا وانتي بتحط المية ان التوم ما يقعش في مية البصل زي ما انتي شايفة كده اهو كده انا يعتبر الوصفة بتاعتي خلصة بس استنوا مش هنطى طبعا اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الحاجة اللي بتخلي ريحة البصل وريحة التوم مش موجودة خالص في شارك وحقول لك ايه ده دلوقتي اهو يا بنات الحاجة دي هي القرنفل زي ما انتم شايفين قدامكم كده القرنفل انا حطيت حوالي عشر حبات من القرنفل على مية التوم والبصل هسيبها شوية حوالي كده عشر دقايق هقلبها كويس وهسيبها عشر دقايق لحد ما القرنفل ينزل الريحة بتاعته وريحة دي هتسد جدا جدا على مية البصل والتوم وريحتهم اللي بتبقى صعبة واللي معظم الناس ما بيحبوهاش انا عن نفسي مية البصل والتوم يعني مش بيدايقوني لان انا بعتبرهم نوع من انواع العلاج للشعر وطول ما انتي بتعالجي حاجة حاول ان انتي تتغاضي عن الامور السيئة اللي بتبقى حواليها من ضمنها ريحة من ضمنها مثلا اللي هي ايه؟ الحاجة علاجية فاحنا نجي على نفسينا عشان بس نعالج شعرنا ويبطل تساقط لان انتي لو ما عملتش كده فعلا ممكن الواحدة فينا شعرها يبوز وتفقده تماما فافضل حاجة ان انتي تستخدمي الحاجات دي وخصوصا التوم والبصل وانا ممكن ان انتوا بدل ما تحطوا القرنفل تحطوا اكليل الجبل او الروز ماري تمام؟ او ممكن تحطوا معلقة من زيت اللافندر او معلقة من زيت الورد برضو الزيوت دي بتغطي على ريحة تماما بعد عشر دقايق هتشيلوا طبعا القوهم في المن المية لكن لو حابين ان انتوا تخلوها موجودة في المية برحتكو ده افضل كمان للوصفة بصوا يا بنات التاريقة اللي انا بستخدم بيها الوصفة دي هي ان انا بجيب بخاخ زي ده تقدر تجيبيه من عند اي عطار تسأليه قولي له انا عايزة بخاخات او بخاخ للكحول اللي فاضي بيديهولك مش غالي خالص بتشتريه بتبدأ ان انت تصفي فيه الوصفة دي بعد بما طبعا تشيلي منه القرنفل بس انت لو حابة ممكن تحطي فيه القرنفل عادي مش مشكلة لكن هو ممكن يتحشي شوية ويمنع ان هو ان الوصفة يعني تطلع على شعرك وممكن تدايق فهي يفضل ان انت تصفي منه القرنفل انا عن نفسي دلوقتي هحط القرنفل العادي في البخاخ ده لان انا بعرف ان انا كل ما استخدم البخاخ اروح مقلبه فما بدايقنيش على الاساس يعني ان انا بتعوده وكده انت لو شايف انه مش هيدائق برحتك انا هحط الوصفة دي دلوقتي في البخاخ واجي اقولك هتحطيها كم مرة على شعرك اهو يا بنات البخاخ بتاع الشعر اللي احنا عملناه مع بعض تقدر ان انت تستخدميه خلاص انا عملته بتقليبيه كده عشان القرنفل ينزل اللي هي الخصائص بتاعته اللي هتفيه شعرك وتبدأ ان انت ايه عادي ترشي على شعرك تمام تستخدمي الوصفة دي او الطريقة دي كم مرة في اليوم بتستخدميها مرة الصبح اول ما تصحي من النوم ومرة بالليل من غير ما تستخدمي شعرك مرة الصبح ومرة بالليل تمام يا بنات الوصفة دي هتفيه شعرك جدا جدا زي ما انا قلتلك في الاول بتستخدميه زي ما قلتلك مرة الصبح ومرة بالليل لمدة تاعة 4 ايام بدون غسل الوصفة دي يا بنات بدون غسل بعد تاعة 4 ايام عادي بتخسلي شعرك او تاختشور بتاعك وما فيش اي مشكلة بس كده انا خلصت النهاردة يا بنات الوصفة بتاعتي اتمنى ان انا اكون في التوكو بالوصفة دي الوصفة دي فعلا هتفيه شعرك لكن لو انت استمرتي عليها بتقرريها مثلا زي ما قلتلك في الاسبوع الواحد تاعة 4 مرات وبعدين تخدي روحها يومين مثلا وترجعت عملية تاني لحد ما تحس ان شعرك بقى يطول بدأ يكسف بدأ ان هو يعني يتوقف من التساقط شوية بس كده يا بنات متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوك كل الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنزلها لكو تنسوش الكومنت تحت بتاعكو الجميل ومع السلامة